سائن سيئجرمز بالتقليل مزوار دون انجاج الخلشتارمز ياتوزن او دا طورت حضرت جوال جدا غن اوني كورا غن بلد هادن اجاق سيطان حضرت جوال في كاركوك هو في صالح مواطنة الدول اللي طبقت حضرت جوال مثل الصين اللي انتشر بها المرض انتشار كلاش قوي نشوف بتراجع تراجع تراجع تتراجع الحالات المرضية من نسبة الفيروس كورونا اللي استخفت اللي هي اوروبا مثلا عندك ايطاليا عندك غيرها من الدول الاخرى استخفت بالمراض الان فرضت حجر منزلي ايضا عندك المواطنين لانهم ما اهتموا الموضوع احنا خوفا على مواطننا ارتأت محافظة كاركوك بموضوع الحضر في كاركوك الحضر حقيقة ايضا هو مو حجز حبس المواطنين او شو شو مواطننا مفتوح له افران من ساعة ستة ولغاية ساعة دعش مفتوح ايضا عندك الاسواق من ساعة ثمان افران من ساعة ستة لغاية ساعة ثالثة عصرا المواد الغذائية والخضروات وغيرها من ساعة ثماني لغاية ساعة دعش عدنا واحد عشرين صيدلية متواجد لأربع عشرين ساعة في داخل مدينة كاركوك عندك ايضا محطة ينوقود عندك مركز ينوقود ثلاث مراكز صحية احنا ننهيب بمواطنين بان يتعاونون مع قيادة الشرطة مع الاجهزة الامنية الاخرى للموضوع بصالحهم راح نقوم بالتعاون مع مدير الدفاع المدني بعملية تأقيم مناطق في مدينة كاركوك مواطنة اذا احتاج الى اي شيء معين بحاجة اللي هو مثلا عند ابن مريض او ابنت او هو مريض يريد توجه المكان بإمكانه الاتصال بالارقام واحد صفر اربعة واحد واحد ثلاثة ثلاثة خمسة اربعة حضرت جوال دخل حيز التنفيذ لمدة سبعة ايام طبعا نشكر اهل كاركوك لتعاونهم ونطالب منهم بالتزام بمقررات خلية الازمة لانه في النهاية هو لصالحنا وصالح اهالينا الحمد لله الان وضع كاركوك جيد لدينا فقط حالة واحدة في الردهة العز الصناعي وان شاء الله سوف يتماثل للشفاء ولدينا 17 حالة في الحجر الصحي في كيوان وان شاء الله الخمس القادم سوف يخرجون جميع مؤسساتنا تعمل في فترة حضرة التجوال جميع المراكز الصحية تعمل ملاكاتنا الادارية والفنية والطبية تعمل على مدار الساعة ونستقبل الحالات في الطوارئ وفي المراكز التخصصية وفي جميع المؤسسات الصحية اشتركوا في القناة السلام بكم يانا وسلم بك نورتنا بقناة الإراقية تركمانيا وبرنامج صباح الوطن الله محييك بدءا أريد نحكي على حضر التجوال وشنو الممكن مسموح الناس يستخدموا وشنو المو مسموح شكرا جزيلا بالحقيقة خلية الأزبالي شكرت فيه كركوف براسة فيه محاوظ كركوف وعضوية الأجزة أمية وباقي الدوار الخدمية قررنا لعدم تفشي مرض الكورونا في كركوف حضر التجوال اعتبال من الساعة 600 يوم 17 ومنتهي يوم 29 إن شاء الله يوم 22 مقبل مدى سبعة أيام الدولة الأجزة الأمية هو فرض حضر التجوال ومراقبة كل السيطارات من أجل أن نكون الدخول إلى كركوف آمن لكن هناك استثناءات من هذا الحضر التجوال قبل الاستثناءات حضر التجوال حضر التجوال صحي يعني خوفا على صحة المواطنين خوفا على أرواح المواطنين في كركوف كما تعلم هذا المواطنين ينتقل بالعدو والعدو الشديدة لهاسب على المواطنين جميع الالتزام والبقاء في منازلهم خوفا على أرواحهم ليس إلا لا يوجد هناك حضر التجوال بقضية أمية أو غير قضية القضية الصحية بحتة يجب على المواطنين أن يفهموا هذا الحضر هناك قطاعات لا بد منها قطاعات الخدمية لا بد منها من أجل ذلك الموت الحياة في كركوف استثناءات من ذلك طبعا كما تعلمون الأخوة الإعلاميين جميعا في حرية التنقل ومضمن المناطق التي يرومون ذهاب إليها أيضا كما تعلم نقيب الصحفيين حذر كل الصحفيين والإعلاميين صحيح يعني من الذهاب إلى مناطق أكثر من اللازم أو التواجه أكثر من اللازم لكنه عندما تتطلب ذلك المواقف يذهبون أيضا قطاع نفل قطاع مهم جدا قطاع منتج يعني منتج الكهرباء قطاع الصحي كما تعلمون الصحة جميعا القوات الأمية جميعا كل المحافظات القريبة على كركوف أيضا لديها حضر تجوال صلاح الدين سليمانية مما ساعد على تنفيذ حضر التجوال بشفوله طيب سيادة الفريق سيطرات مداخل كركوف ومخارجها كلها مغلقة مغلقة إلا التباري التجاري التباري التجاري من أجل ممت الحياة من أجل دفول المواد الغدائية هذا مهم جدا حتى لا تكون حجة لضعاف النفوس برفع الأسعار بالنسبة للمواد الغدائية جميل جدا وقرار الثاني اللي بارحب الليلة اتخذته أن الأفران تبقى شغالة من فلان ساعة لفلان ساعة مثل البقالة أو الأفران لا مان لدينا في نفس المنطقة كما أسلفت هذا الحضر حضر صحي لكنه ما معناه حضر تماما موجودة بعض الأسواق للتبضع هناك كان خوف لدى المواطنين بالتسوق للمواد كبيرة مما أدى لرفع الأسعار شيئا ما لكنه يوم أمس قمنا بجولة في محافظة كركوك ومراقبة الأسعار حقيقة وشددنا على محاسبة كل من يستغل هذا الحضر أو يستغل هذه الفرصة برفع الأسعار هناك لجان شكلت من قيادة العمليات ومن مدير جنيمة المكافحة جنيمة الاقتصادية وأيضا من مناطق التسوق الرئيسية كما يسموها العلوة أو خامتمر جميل جدا هذا الموضوع رح يأثر إيجابا على المواطن وعلى قدرة الشرائية هنا نراه في خلال السبوع الفات كركوك كان بها أصلا منع تجوال نصفي من ساعة ستة إلى ساعة ستة الصباح فهذا أثر على القدرة الشرائية للمواطن وتشوف دائما الأسواقات كانت مزدحمة وهذا هم خطأ لذلك حضراتكم مددتوا حتى الناس تتسوق وحتى أتوقع يوم الثنين لغيتوا هذا الحضر المسائي أعطينا فرصة لكل مواطنين لتبضعوا قضاء الحاجة بالنسبة لديهم لكنه أطمن المواطنين كركوك زراعية ونحن لم نمنع المواد الزراعية مطلقة من الدخول سواء من ناحية التون الكوبري أو من قضاء الحويجة أو من داقوك الطريق مفتوح بالنسبة للمناطق للبضاع التجارية ومن ضمنها الخضروات والفواكه جيد جدا سيادة الفريق بحوار آخر اللي مثلا عندها حالة طارئة عندها مريض تسهيلات هذه موجودة من قبل السيطرات طبعا شكلنا غرفة عمليات داخل القيادة من كل أجزاء الأمنية من أجل تمشية الحالات الحرجة ربما هناك لا سمح الله مثل مرور جنازة أو مريض أو حالة حرجة معينة في محافظة كركوك أو باقي المحافظات المجاورة هناك شكلت و هناك انداءات موجودة و اتصالات موجودة ما بين كل السيطرات و غرفة العمليات تعمل للنهار في مغارقات العمليات جيد جدا يعني هاي التسهيلات كلها موجودة وبالتالي مثل ما حضرتك ذكرت الموضوع صحي باحت أنا هم ذكرت قبل تتواجد جنابك قالت مو انتخابات و خايفين لا سامح الله من التفجيرات ولا حرب ممكن صاروخ يوقع شخصين يتأذى وباقي ما يتأذون هذا المرض خطير اليوم دول عالمية تأذت دول عالمية اعلنت انهيارها بسبب هذا المرض الحمد لله احنا اليوم بهاي الجهود يعني لاحد يتوقع انه ماكو جهود كبيرة قدرت تتحد من هذا الموضوع بالتالي كاركوك من افضل المحافظات اللي قدرت تتسيطر لحد الان على المرض هي كاركوك مع العلم سياد الفريق من اول يوم ما اعلنتوا جنابكم والصحة انه وقتكم حالات انتقاد كبير جدا انه كاركوك وكاركوك موقوة بالتالي الاعمارة توفى بها واحد قبل ليالنون البصرة توفى بها واحد اربيل اللي هي احنا نعتبرها نظيفة ما اعلنوا ما اعلنوا الى نعلنوا الف شخص معجور سليمانية انتهت سليمانية هواء ناس دخلوا من طرق غير شرعية بالتالي ما تعرضوا الى حجر 14 يوم موبوة هما منع التجوال قبلنا باربعة يام او ثلاثة يام اتخذوا منع التجوال ليش لانه انتشر الحمد لله كاركوك بفضل جهودكم وتنسيقكم العالي وانا اعرف اجتماعاتكم دورية يعني ما تتوقف باليوم لكم مرة نتمنى الصحة والسلامة لكل عراقين حقيقة يعني في كاركوك هناك توعية صحية على مستوى عالي اولا اشكر الاخ مدير عام صحة كاركوك اه على تفانية وعلى بدلة كل الجهود من اجل ايصال اه المطهرات والكمامات والكفوف الى كل اه المواطنين اه حقيقة بادرة حلوة في محاولة الكوك اكثر الصيدريات وزعت الكمامات والكفوف مجانا وهذه يعني فتبادرة حقيقة تتلام مع هذا الظرف البارحة في المواطنين اه كانوا في بداية رفع الاسعار لكنه اصبحوا نادمين الذين رفعوا الاسعار اه اودا ان طبع المواطنين يعني لا حاجة لهذا التسوق الكبير لا تولي يعني معك الاسف هناك حالة التناقض بعض الناس خائفة انهم رضي كورونا يتفشى والموت وكذلك واناك تسوق كثير فنوع من التناقض لكنه الحمد لله شكر في كاركوك تمكننا من السيطرة بسبب الوعي الصحي وايضا المهنية العالية لقواتنا بالتعامل مع كل فرق الصحية انتها كما تعلمون كل سيطراتنا حاليا من داخل سيطراتنا من كل النواحي سواء من جهة الموطر اديالة صلاح الدين اسليمانية اربيل في وجد مفارز ومفارز ليس قليلة مفارز من عدة اجهزة تقوم بفحص كل الداخلين الى محافظة كاركوك والتعاون مستمر ايضا هناك فرق جوالة ايضا مدرية الدفاع المدني لها الدور الكبير التعقيم والتعفير لكل الدوائر وكل مناطق وحتى شاور كاركوك والحملة مستمرة لحد الان كل هذه امور ساهمت بالحفاظ على اهالي كاركوك من هذا خطر من خطر الكورونا نعم سيادة الفريق حضرتك اليوم كل قوات الامنية ضمن قيادة عمليات كاركوك توجيهاتكم لهم المحافظة على النظافة شنو الامور اللي وفرتوها لهم لانه تقريبا اعداد كبيرة جدا موجودة من قوات الامنية في محافظة كاركوك كما تعلم لك تجد تجمعات حاليا كل تجمعات اصبحت في عطلة رسمية ما عدا اخوانكم في القوات الامنية في كل اخوانكم سواء الجيش او الشرطة او الوكالات الاستخبارية الشرطة التحادية جهاز مكافظة الامنية كل وحج الشعبي كل قوات الامنية الان هي تعمل في خدمة المواطنين التوعية لكل القيادات عملنا دورات تثقيفية او ندوات تثقيفية جميل جدا قامت بها مجموعة من الاطباء حقيقة مشكورين ومن جمعية المحاربين في كاركوك ايضا سهمت مساهمة كبيرة في نشر الوعي في كل الفرق والتشكيلات الموجودة ايضا الزمنا قادة الفرق وامر التشكيلات بعقد ندوات بعد عقد مؤتمر موسع بحضور مدير صحة مدير عام صحة كاركوك وتم توجيههم من قبل الصحة مباشرة من اجل نشر الوعي الصحي في كل الوحدات وعدم المخالطة والانتزام بالكفوف والكمامات في كل المناطق ايضا قوات الامنية في نفس الوقت تعمل للنهار بواجبات استباقية في كل مناطق كاركوك يعني نعم هناك خطر او الوقاية من مرض كورونا لكنه في نفس الوقت لم ننسى واجبنا الرئيسي هو المحافظة على ارواح وامن كاركوك وامتلكات اهالي كاركوك ومن خلال كل عراقنا العزيز قواتنا قائمة تعمل للنهار بتنفيذ الواجبات في جنوب غرب كاركوك وهناك ايضا في هذا الظرف القاء قبل على الناس مطلوبين على المادة اربع ارهاب وايضا تدمير ملافات كثيرة من قبل قواتنا من اجل تنظيف ما تبقى من المناطق الغير اهلة في محافظة كاركوك خاصة في جنوب غرب كاركوك افاتك جدا جميلة سيادة الفريق اريد توجه رسالة لأهالي كاركوك اقتصادية امنية صحية يعني ذني كلهم تجمعهم وتقدمهم رسالة حتى يطمنون طبعا نحن ليل النهار مع أهالي كاركوك يعني حقيقة شغلنا شغل صار الميدان سواء في قضاء الحوجة في قضاء الدبس في قضاء داقوق او في مدينة كاركوك من خلال تشكيلاتنا من خلال واجباتنا دائما كما تعلمون ونعلن عن كل فعالياتنا الامنية اولا في الجانب الامنية اطمن كل اهلنا في محافظة كاركوك لا توجد منطقة حاليا عصية على قواتنا الامنية كل مناطق كاركوك قد وصلتها للقوات الامنية وضهرتها لكنه لا توجد عصابات نعم توجد عصابات هنا وهناك ومختبئة في الوديان او في الكهوف لكنه قواتنا حقيقة طارتها ليل النهار من اجل القضاء على هذه الشرمة قواتنا لديها السيطرة الكاملة والمبادئة بها قواتنا في كل مناطق كاركوك سيطرة كاملة عندنا ايضا اود ان اطمن الجميع بالنسبة لاقتصاد كما تعلمون اسواق كاركوك ومهات من كاركوك مليانة بالمواد الغذائية وحتى بال المواد الزراعية من الفواكه والخضر ايضا موجودة صحيا الاخ مدير عام صحة كاركوك يعمل بالجدية واضحة من خلال توفير كل ما تتطلبه القضايا الصحية ايضا هناك بالتعان وخلية الازمة والسيد المحافظ تم تهيئة مناطق الحجر الصحي والمعارجة في مركزين الصحيين مهمات ومركز شركة نقل الشمال وايضا المركز الصحي في الحي الصناعي وتأمين الحماية اللازمة والكافية لهم وايضا مستشفياتنا سواء الجنفوري او مستشفى اهزادي مستعدة لإستقبال كل حالات نعم فريق سعد حربية قائد المقار المتقدم للعمليات في كاركوك سعيد جدا متواجدك فيهنا وتطمينه هالي كاركوك في هاي الكلمات الجميلة واللي يرتاح بها المواطن واني همين وياك اطلب من عدم انه يلزمون بيوتهم ويتنظفون ويعني يستخدمون كل وسائل التعقيم من تنظيف البيبان المكاتب والهاي اسبوع ان شاء الله ما تطول أكثر واذا اقتضر الامر ان شاء الله بعد يطول همين ما عندنا مشكلة الى ان هذا المرض نعلم انتهاء بالكامل في كاركوك شكرا جزيلا شكرا لك سعيد سيجلارمز بزنو قال عملية كاركوك فريق سعد حربي ايدي جداغن فوات صحاني جراغن ونصر برد إلا هذه الفترة يسقط احجان يسقط شكرا لكم فوق